طبعا نظر للطلابات الكتير جدا jätte근ا اللي جاتلي عشان اعمل طبعا ا banget اعمل الفيديو الفيديو النهاردي. الم فيديو النهاردة عالي حجى اسمها يعني ايه بالنسبة الخاصة يعني بابتدollow للحجى اسمها الشيطان يعني انت رو بسيط ع gewoon تج vierزها بتاعه تجد تقصي الله تلاقي ion fünfenne ماذا لا يدامج بيعتمد fraterث واحد فقط ده بيعتمد على الاثنين بتوع الرياكشن او ممكن يكون بيعتمد على الرياكشن واحد مرتين ايه ده او ممكن يعتمد على الرياكشن واحد مرتين اه عادي يعني ممكن يكون الرياكشن موجود مرتين ازاي الرياكشن موجود مرتين يعني ممكن يكون مثلا نفس الرياكشن بيمسك في الرياكشن واحد تاني من نفسه فبيعمل برولكت عارف زي ايه زي بوليمرزيشن رياكشن يعني ايه Blumenization reaction يعني اثنين من reactant A يروحوا عاملين product B زي مثلا ما يكون اثنين amino acids من نفس الامينو acid يروحوا مسكين في بعضها عاملين peptide او ممكن يكون مثلا اثنين monosaccharides مسكين يمسكوا في بعض يعملوا disaccharides فهالrate في الحالة ديه بنقول عليه انه هو equal change في reactant concentration over time او نقول عليه برضو انه هو K multiplied by reactant concentration squared طب ليه squared عشان هو second order وبيعتمد على نفس reactant مرتين طبعا دي the simplest form منه المور complex form انه هو A و B بيعملوا C وهو بيعتمد على A و B بس احنا for the simplicity of it هنخليها انه هو A part 2 انه بيعتمد A بيبقى polymerization reaction ما بين اثنين من نفس المونيور طب ليش ممكن تكتب نفس الاقواجين بطريقة مختلفة ازاي انه هي هتبقى D اللي هي ال change بتاع ال reactant concentration over reactant concentration squared equals K multiplied by change for time عشان تجيبها ال integrated rate log بتاع الاقواجين ديه بتعمل ايه بتاع بتجيب ال integral هدفك انه تجيب reactant concentration time equal T و reactant concentration time equal zero فهتروح واخد لنفس الاقواجين ديه وتروح كاتب هنا التي لزيرو وتروح تنقل الاقواجين ديه بتطريقة تانية فهتطلع هتطلع ديه فوق وتقلب ال power فتروح هعمل ND اللي يبديها الشمال شوية تعملها multiplied by reactant concentration power negative two طيب وتروح هعمل الحتة ديه كلها وتروح جايب ال integral دوت من reactant concentration time equal T الاحتة ديه من الاقواجين هتفكرك باقواجين خلتها في كالكيس بسنة اولى ايه هي جاء اللي هي بتقولك ان اكس power two multiplied by dx هتخليها عشان تجيب ال integral بتاعها هتخليها ايه هتخليها اكس n plus one over n plus one ماشي تعال ان اعمل نفس الكلام هنا اتبقى reactant concentration power negative one over negative one اللي هي ممكن تمسحها وتروح كاتب اللي هي ممكن تمسحها وتكتب one over e reactant concentration ايه اللي احنا خلصنا ال integral لا مش لناش ال integral لس فال integral زي ما هو اتبقى equals k في ال integral تاع التي طبعا حتة ديه تزيرو فملناش دعوة بالpart ده كله هتبقى k multiplied t بس طيب تعالا نشيل بقى الحيتة ديه تحبت مكانها ال integral فعشان تجيب ال integral هتخليها تبقى اللي فوق من السدحت يعني ايه one over the reactant concentration at time equal t minus one over the reactant concentration at time equal zero اللي هي ال a node طبعا ممكن تروح شايل ديه توديها نجب ال positive حيس انها تبقى شبه ال equation اللي انت عارفها من الجامع اللي هي بتقولك ايه اللي هي ال one over the reactant concentration اللي انت عايزت عارفها تبقى equal k في ال t plus one over the initial reactant concentration ال a node طبعا انت بقى احنا بقى تعالنا التعمل ده كله تعالنا ايه او ايه لازمة تقول الكلام اللي احنا عملا لها ده وفت اصل second order زي ما انت شفت من شوية لو ده graph وانت عملتها بال reactant concentration تيجي ببوست لايه ال reactant concentration عمل حاجة زي كده وده ال time فدي حاجة مش رزيزة اوي من هو حاجة متعرفش تجيب منها ما تقدرش تبريدكت منها ال future concentration بس بال integrated rate law دوت لو انت عملت graph ما بين ال one over a اللي هو ال reactant concentration وال x اكسس عليه ال time تيجي بوست لاقي انه هو طالع straight line فلو انت عندك بسا ايه تقطة points عملتم بينهم ال best fitting line تقدر تبريدكت ال points الواعدة كده هتبقى بكاني فمسلا انت كان معاك data points دول time equal one و two و three فانت معاك time equal one و two و three ومعاك ال concentration بتاعتهم تجيب data points وعملت best fitting line لو انت عايز تتنبأ بال concentration time equal four او مثلا time equal five هتروح جايب time equal five وتروح طالع لفوق وتروح تشوف دايت وصلها لفين let's say مثلا ان ال point دايت ب zero point five هال zero point five دايت هي reactant concentration لا zero point five مش reactant concentration او ما الذي ايه دي one over reactant concentration اللي هي one over reactant concentration equals zero point five فتعمل d times d تبقى zero point five reactant concentration تبقى equal one تعملها times two يبقى كده reactant concentration تبقى equals two وين كانت ريونت اللي كانت معاك ال second order بقى مش زي first order first order كان فيه التي half التي half كانت constant هنا التي half مش constant ليه التي half مش constant لان التي half equals one over k في ال initial reactant concentration squared طبعا هيها squared فبتخلي تي half صغيرة جدا لو انت ممكن تبص ع الصورة دايت هتي ببص هتلاقي الصورة اللي احنا حمطينها وهتلاقي فيها zero order first order second order فتشوف انت شايف الفرق ما بينه وعمل ازاي فتيجي ببص ع zero order فوق خالص تلاقيه بنازل بstraight line بسيط جدا تيجي first order تلاقيه more steep في الاول ويقعد بقى بعد كده يlevel off ويبدأ يخف تيجي second order بقى تيجي ببص عليه تيجي ببص لقيه نزل كل مرة واحدة ومكمل لو انت بقى لو انت كنت الفرض الواحد دوت اللي سألني السؤال ان هو عايز second order فانت عندك سؤال دروقتي ليه الفيديو اللي فات اتكلمت عن plasma concentration وانا اتكلمت عن reactant concentration لان الفيديو اللي فات كنا نتكلم عن zero first order دول موجودين فى الformago kinetics وموجودين فى الاليومنيشن بتاعت الادوية و اي ان كانت الكميكلز اللي بتخش الجسم انما في ساكند اوردر مفيش حاجة اسمها elimination by polymerization فعشان كده مفيش حاجة اسمها second order elimination فعشان كده احنا نتكلم هنا عن reactants اللي نضيبته موجودة في enzymes وفي polymerization reactions مش موجودة في elimination reactions زي موجودة زي ما الزيرو order وفيرت order الموجودين لو عجبكم الفيديو please thumbs up subscribe do not feed back for the comments وsee you in the next video وماري christmas by the way